وحول الموازنة الجديدة وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور وليد جابالة خبير التشريعة الاقتصادية دكتور وليد بعد التحية أرقام الموازنة تعكس توجهات الدولة باستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وتحسين معيشة المواطن دلالات هذا خاصة فيما تعلق بالدعم الكبير لقطاعي الصحة والتعليم أهلا وتهلم بحاضرتك يا سيد محمد وأهلا وتهلم بالسادة المشاهدين طبعا الموازنة العامة في العام القادم هي امتداد لما الاتجاهة التراتيجي بتكتبنناها الدولة بزيادة حجم الموازنة عام بعد عام هي الأكبر يعني زي ما تعودنا أن كل سنة мы نقول هي الأكبر في التاريخ الموازنة القادمة أيضا هي الأكبر في التاريخ بحجم انفاق تجاوز واحد وثمانية من عشر فريليون جنيه أيضاً الإرادات التفعت إلى ما يزيد إلى 1.3 من 10 مليون جنيه ولكن الشيء الطيب أن العز تم حصره في نحو 475 مليون جنيه بنسبة عز قلت عن 6% ولكن خصوصية الموازنة للعام القادم أن هي بتأتي زي ما حضراتكم تخافته في التأرير هي العام الرابع من خطة التنمية قصيرة الأجل 2018-2022 بتنهي المشروعات التي كانت بيتم استهدافها وهيتم إنهاءها وإحنا تعودنا أن المشروعات التي تخطيطها في السنوات الأخيرة بيتم تحقيقها في مواعيتها على أرض الواقع رغم أي ظروف أيضاً هي الخطة الأولى في عمليات الإطلاح الهيكلي اللي أعلنت عنها الدولة وهتقوم بها خلال الدرنامج الثلاثة السنوات القادمة ده انعكس بصورة كبيرة على الموازنة وعلى مستهدفاتها شاهدنا زيادة الإنفاق الاستثماري لأول مرة تصل الاستثمارات الحكومية أيضاً زادت زي ما حضرتك ذكرت أيضاً دكتور وليد تنشيط الاقتصاد أبرز أولوات الدولة والقادة السياسية ترجم ذلك في 27% زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية الضغط زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي لما بتوصل إلى 358 مليار جنيه وبنضفها إلى زيادة الرواتب لتصل إلى نحو 361 مليار جنيه ده معناها ضغط زيولة كبيرة جداً في الاستثمار لأن هذا الإنفاق سواء الإنفاق الاستثماري اللي بيذهب إلى الشركات وبينعكس على درواتب العمال للعملين بها أو زيادة الرواتب الحقيقية اللي بتصل إلى الموظفين اللي أفكف عند هذا الحد ولكنها تذهب إلى الأنشطة الخدمية والأنشطة الاستهلاكية في المجتمع بصورة تنشط الاستهلاك لما بنكمل مع الموازنة العامة نلاقي أن الخطة الحكومية للعام القادم أيضاً لتترنى استثمارات إجمالية حتى في الكتاعات اللي خارج الموازنة بتصل إلى تريليون و250 مليار كل هذه المؤشرات بتقول أننا أمام وأيضاً بكتور وليد تقييم حضرتك لزيادة الأجور بنسبة 11.4% التقديرات المتقعة للعام المالي الحالي تأثيره على الارتقاء بعوضاع العاملين بالدولة كيف تراها يفهمنا؟ من المهم أننا نقول أن في زيادة الرواتب هذا العام تحديداً أن مش كل دول المنطقة عملت زيادة الرواتب هناك دول ودول كبرى واقتصادات كبرى في المنطقة ودول بترولية لن تستطع أن ترفع رواتب تزلت الداعيات أزمة كورونا مصر بتحافظ على نسب زيادة الرواتب هناك زيادة وزيادة الحد الأدنى للأجور ليس في الدرجة الأقل فقط ولكن موضع حد أدنى للأجور لكافة الدرجات حتى يكون له مرض إيجابي على كافة العاملين بالدولة خصوصاً اللي بيعملوا فيه جهات ما بتكونش بتقدم لهم حوافظ وأجور متغيرة مناسبة بيهمني أيضاً خلق شريحة ضريبية 2.5% لأصحاب الدخول في حدود 30 ألف جنيه وده 2.5% شريحة قليلة جداً مما يعني تخفيف الضريبي على الطبقة المتوسطة اللي هي فعلاً بتحتاج مساندة ليضاف ذلك إلى ما قامت به الدولة في الموازنة من تقديم المخصصات اللازمة للتواصل في ضرورنا الاجتماعية مثل التكافل وقرامة وغيرها من المخصصات الموازنة القادمة بتتبنى إصلاحات هيكلية مهمة جداً سيكون لها انعكاة مباشرة وغير مباشرة على المواطن المصري بتتبنى استكمال المواطنات نعم بشكرك شكراً جزيلاً دكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية كنت معنا هاتفياً حول الموازنة العامة الجديدة للدولة